بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة في الحجرات النهاردة هنتكلم عن في الحجرات والغيرة اللي كانت موجودة في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة النساء بتحب اللي غير عليها حلو موضوع الغيرة وكشعور ده شيء طيب لكن الأفورة فيه هي اللي غلط تخنق سواء ما عند الزوج أو الزوج يعملها كده خلاص الأمر بقى خنيق بالنسبة لي لكن في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغيرة لها معنى تاني الغيرة وما لمثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله جائك شيطانك يا عائشة جالك شيطانك تعالوا ما احكي لكم على كذا موقف ونشوف نهج النبوي في التصرف مع المواقف دي وبقى ازاي وبعدين نسقطها بقى على 22-22 وهنعمل فيها ايه خلينا ما نتكلم عن الغيرة للسيدة عائشة كان يوم السيدة عائشة وكان الصحابة موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام فانا الصحابة وضيوف بيتي فانا بعمل الأكل فمين بعت الأكل؟ السيدة مسلمة وكان دايما فيه جابهتين كده في حجرات النبي عليه الصلاة والسلام جابت السيدة عائشة معاها حفصة معاها السيدة سودة بنت زمعة ومسلمة ومعاها بقى الزوجات فجابت الأكل فطبعا ازاي يعني انتي جاي بدا في يومي المفروض انا اللبخ يعني فجابت الطبق وفيه الطعام فحطته قدام النبي صلى الله عليه وسلم فانكسر الطبق فأمسك النبي الخادم الراجل اللي جاي يجيب الأكل طبق بطبق وقال ايه؟ كله غارة أمكم غارة أمكم ويعائشة طبق بطبق يعني اناء وعاء بوعاء يعني كسرت حاجة في عملية الأمر اللي حصل هنا تفهم النبي الله اسمعوا بالخطوات النبي عليه الصلاة والسلام تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لمشاعر الزوجة في الغيرة عالج موقف التفاهم وهنا ما هفهم هتصرف صح ما هو ده اللي احنا علي بصوا ادراك وبعد الادراك أنا فهمت صحة هو وبعد كده هيبقى مشاعر نتيجة للادراك فيجي السلوك مشابه للادراك الصحيح فانا فهم صح فهتصرف صح فالنبي تفهم غيرة السيدة عائشة وقال غارة أمكم وخلاص حصل خطأ في الإناء يبقى إناء وعاء بوعاء يبقى هو تفهم تصرف وبعدين أمسك الخادم وتعالى يا ابني ايه؟ روح توكل على الله خد طبق بطبق ده موقف الغيرة التانية الغيرة لما وصفت السيدة عائشة السيدة خديجة وقالت ايه؟ عجوز قد أبدلك الله خيرا منها موقف الأولاني في الغيرة تفهمناك وتفهمنا مشاعرك والغلط في الحاجات المادية تعوضت أما هنا ده فيه غيبة في حد إحنا بنتكلم عنه ومش موجود عنها ماتت السيدة خديجة طبعا تعرفين يعني إحنا حلقاء كتيرة في موضوع السيدة خديجة خديجة يرجعون لها لكن هنا فيه لازم وقف خلي بالي والله ما أبدلني الله خيرا منها أبدا ما أبدلنيش ربنا خيرا منه فقد قوتني حين هجريني الناس وأمنت بيه لما كفر بيه الناس وهستني بمالها كل تجارتها وكل حالها مع النبي عليه الصلاة والسلام دافعا حد مش موجود رد غيبته وأكر الحق ولم يستح النبي صلى الله عليه وسلم آه ده أنا زوجتي بقى فأنا مش أتكلم على واحدة ميتة لا 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 ده أفضل درجات البر وأفضل درجات المعاملة السلوكية الصحيحة السوية إن أنا أتكلم على حد مش موجود وتوفاء لا وكمان مع الزوجة أنت بقى عاد بقى أنت لسه فكرة أنت لسه بتحبها لا ولكن النبي أصل الأمر ده الغيرة كانت ما بين الزوجات ده شيء كان معروف وموقف تالت برضو للسيدة عائشة مع السيدة صفية ومع السيدة صفية وبعدين قالت إيه أشارت كده يعني الساس إن هي إيه قصير قال لها معناها هي ما تكلمتش السيدة عائشة ما تكلمتش ولكن أشارت بيدها كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلم معناها ما قالتش يا شورت لو مزجت بماء البحر لمزجته لو تحطت في ماء البحر كده للونت بسبب إن إحنا الوصف وطبعا قال للسيدة صفية شئت قلتي إن أنا بنت نبي وعائلتي من الأنبياء وهكذا ونسل بقى سيدنا موسى وسيدنا هروف لكن اللي إحنا عايزين نقوله إيه في مواقف الغيرة دي ذات نفسيها مواقف الغيرة أنا عايزة أقول إن ده شيء طبيعي النبي على السلام في نص الليل أم من جنب السيدة عائشة عملت السيدة عائشة راحت وراه زوجها اللي ماشي في نص الليل ده فسمعته بيتكلم وساجد وبعدين هم بالرجوع فهي لقيته جريت فكان نفسها نفس متلاحك يعني جيت واصطغط كانها ما طلعتش قال لها يا عائشة أتخبريني أم يخبرني الله قالت له يا رسول الله أنت أمشيت في نص الليل وبتاع فغيرت عليك قال لها وتغارينا يا عائشة قالت وما لي مثل لا يغار على مثلك يا رسول وبعدين عملتها عملت موقف زكي جدا عملت موقف تحفة جدا قالت له سمعتك تكلم أحد يا رسول الله عمل إيه بغير الموضوع لما الزوجها تحس إنها أفورت أو إن الأمر بالنسبة لها في نوع من أنواع اللي آه أنا عرفت إن أنا أوضت أو سلوكي كان شديد شوية أو كلمة أسائت لزوجي آه أرجع مش عيب ودي نهجة هو أمنا المؤمنين عايشة ودي حجرة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مش عيب مش عيب قولي آه أنا غلط أو غيري دفة الحديث ماذا كنت تقول والله يا جبريل وقدت أدعي للأمة وكذا 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 وقعدي يقول لها الموقف اللي دعا فيه للأمة عليه الصلاة والسلام آه الغيرة حلوة بس آه عاملة زي السكر لو زودت قوي آه أو الملح أعمل حاجة حلوة حاطت ملح وبعدين شواء التراب يعني ده بازة الترطة وبازة الفطيرة على كده على فكده حلو الغيرة ولكن بمواقف وشيء طيب إيه بقى أعرف لقيني طبعا حلو حلو أن الزوج يعرف أن أنا لسه في عين زوج ودي من المؤشرات على فكرة النجاح الزواج أنا لسه في دمخ أنت أتأخرت أنت مردتش على الرسالة طب آه لسه زوجتي أنا في دمخ لكن لما تسكت نقوص خطر النقطة التانية الغيرة برضو من الزوج حلو حلو لما الزوج يغير على زوجته وده شيء طيب وعدم الأفورة فيها دايما الشيء لما بيزيد عن حده من ألف لضده في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة كان إزاي يعالج موقف إزاي تفهم لو في خطأ مادي أو تعويض مادي لو في غيبة إزاي يردها وآخر حاجة أنه يعرفها ولو أنا عرفت أن أنا أخطأت أرجع عن الموقف جميل جدا جدا الخمس خطوات دولة في معالجة الغيرة أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا على نهج حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أزاكم الله خيرا وألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر